لا يزال الاقتصاد العالمي يأن تحتوط أتعدد من الأزمات منها كورونا والأزمة الأوكرانية وما نتج عنهما من اضطرابات في سلاسل الإمداد وتفاقم لأزمتي الغزاء والطاقة تقارير دولية رجحت استمرار ارتفاع أسعار الطاقة رغم محاولات السيطرة عليها وذلك عن طريق زيادة الإنتاج وإجراءات حماية الاقتصاد لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسعار النفط والطاقة عالميا وسط تضخم وارتفاع أسعار يضرب اقتصادات العالم فعلى الرغم من تراجع أسعار النفط في الآوينة الأخيرة بفعل عوامل من بينها المخاوف من ركود عالمي قال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس إن الأسباب التي تدفع أسعار النفط للارتفاع ما زالت قوية وسط عكز في المعروض الحالي يزيد كثيرا عن توقعاته في الأشهر القليلة الماضية وأضاف البنك الأمريكي أن توقعاته لأسعار خام برينت القياسي العالمي للربعين الثالث والرابع هذا العام تقع في نطاق بين 110 دولارات و125 دولارا للبرميل مقابل 130 إلى 140 دولارا للبرميل في تقديراته السابقة وأبقى على توقعاته للأسعار للعام 2023 بلا تغيير عند 125 دولارا للبرميل وأوضح جولدمان أنه يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار مليون ومئتي ألف برميل يوميا في النصف الثاني من عام 2022 وبمقدار مليوني برميل يوميا في 2023 كما توقع البنك أن أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود بالولايات المتحدة سترتفع إلى 4 دولارات و35 سنة و5 دولارات و50 سنة للجلون على الترتيب بحلول الربع الرابع وأن تبلغ في المتوسط 4 دولارات و40 سنة و5 دولارات و25 سنة في 2023 ترجمة نانسي قنقر